طبيعة لا معير اهتمام لأي تسقيط لشخصية معروفة سواء كانت أحد المراجع الأعلام أو أحد مثلا الخطباء المعروفين أو أحد العلماء المعروفين درهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل وما كان الله ينمو أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وكم قيل عن أمير المؤمنين وعن الحسن وعن الحسين وما زادهم ذلك إلا مجدا وشرفا وعلوا إذن وجود بعض الحكايات والتسقيطات للمرجعية أو للعلماء أو للفضلاء أو لأي شخص مهم مؤثر طبيعي بيصير إلى يعني محاولة للتسقيط هذا أمر طبيعي لا عبرة ولا قيمة الحق يبقى وما ينفع الناس يبقى وتتبخر هذه الأمور هذا أنا حسب عملي ومنعجي لا أرد على ما أرد على أحد يسقط ولا أتكلم ولا إيش أصلا دعه وشأنه ولكن أذكر ثانيا طبيعي إذا كان هذا الشخص مؤمن مو بالضرورة يكون مرجع ولا بالضرورة يكون عالي ولا بالضرورة يكون معروف حتى لو مؤمن شخص من المؤمنين يتعرض لهجوم بلا مبرر بلا مسوّغ إنسان يدافع عنه بما هو مؤمن له حرمة الإيمان يدافع عنه على الأقل بأي كلام ينتصر فيه لمظلومية هذا المؤمن